بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أحبتي في الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو اليوم إن شاء الله تعالى عبارة عن قصة وحكاية وحكاية قد حدست بالفعل بين أشهر دكتور عظام وبين رجل بسيط من الصالحين كان مكسرا من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله تعالى يريد تسمعوا الفيديو إلى النهاية وعاوزين الفيديو هذا إن شاء الله يجيب ألف مشاهدة وألف إعجاب وألف مشترك إن شاء الله تعالوا بنا نسمع هذه القصة وهذه القصة كانت بين الدكتور عبد الرحمن الكلاني وهو أشهر دكاترة العظام في مصر وبين رجل بسيط ولكنه من الصالحين ومكسرا من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الدكتور عبد الرحمن الكلاني مدعو إلى مؤتمر في إحدى المحافظات فاستقل قطارا وجلس على كرسيه والكرسي الذي بجانبه كان فارغا فأخرج الدكتور عبد الرحمن مذكراته وأبحاثه لكي يراجعها لكي يلقيها في المؤتمر الذي سوف يكون بعد ساعة فجاء رجل بسيط مسن كبير ويسنده ولاده وجلس بجوار الدكتور عبد الرحمن يقول الدكتور عبد الرحمن هذا الرجل لم يمل ولم يخطر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصوت مرتفع وكان يقول صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع مما أزعج الدكتور عبد الرحمن وشعر بالضيق ولكن الدكتور عبد الرحمن لم يستطيع أن يقول لهذا الرجل اسكت لأنه يصلي على الحبيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف هذا الرجل البسيط الصالح من نظراته إلى الدكتور وقال له يا ولدي هل أنت متضايق مني قال له أيها نعم يا حد لأنني عندي مؤتمر بعد ساعات وسوف ألقي فيه هذه المحاضرات فقال الرجل أخذ يصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سره وهو يقول صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأثناء صلاة الرجل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راح في نوم عميق فحص الدكتور عبد الرحمن بهدوء تام ولكن سمع الرجل يقول وعليك السلام يا سيدي يا رسول الله أهلا ومرحبا بك بشرك الله بالخير فأراد الدكتور عبد الرحمن أن يعرف الرجل هل نائما حقا وهذه رؤية منامية ففزع الرجل الصالح البسيط وهو ينادي على ولده وقال له يا ولدي اذهب إلى ركاب القطار واسأل عن الدكتور عبد الرحمن الكلاني فقال له الدكتور عبد الرحمن أتقصدني أنا فقال له ولم يعرفه من قبل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعمل لي هذه العملية فقال له الرجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعمل لي العملية غدا فقال له الدكتور عبد الرحمن ومن أخبرك بهذا فقال له الرجل الصالح البسيط المكسر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن زوجتك سوف تحمل بتوأم واسمهما يحيى ومحمد من أسماء أنبياء الله تعالى فقال له الدكتور عبد الرحمن إنني متزوج من أكثر من عشر سنوات ولم يرزقني الله سبحانه وتعالى بالولد فقال له الرجل الصالح البسيط وبشارة وإمارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك كنت أنت وزوجتك في البلكون وكنتما تديان الله سبحانه وتعالى أن يرزقكما بالولد وبعد انتهاء الدعاء نزلت يدك على كوب ماء على سطح البلكونة فوقع على الأرض فعلى الفور اتصل الدكتور عبد الرحمن بأحد المشتشفيات وطلب منهم أن يجهزوا غرفة عمليات كاملة وأجرها مدفوع مقدما منه وأثناء جراء العملية اتصلت زوجة الدكتور عبد الرحمن به فوجدت تلفونه مغلقا فاتصلت بإدارة المشتشفى وقالت لهم أين الدكتور عبد الرحمن فقالوا لها إنه في غرفة العمليات يجري عملية لأحد الأشخاص فأخبرتهم عندما ينتهي من إجراء العملية أن يتصل بها وبعد إجراء العملية اتصل الدكتور عبد الرحمن بزوجته وأخبرته وقالت له إنني في هذا الصباح أشعر بأعراض الحمل كاملة وقد جبت اختبار فوجدته إيجابيا برحمة الله تعالى فقال لها الدكتور عبد الرحمن وأنا عندي غشرة أعظم من ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك سوف تحملين وسوف ترزقين بتوأم ولدين إحداهما محمد والآخر يحيى وبالفعل رزقها الله سبحانه وتعالى بالحمل وتمه على خير لها ورزقها بتوأم اسمهما محمد ويحيى وهذا من بركة كثرة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعد ما تسمع هذا الفيديو لا تنسوا الاقصار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ببركة هذه الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كل الخير لمن ليس لديه ولد وأن الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المفتاح لكل خير والمغلاقة لكل شر الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحياة الدنيا والآخرة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ بها المنع الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفى بها همك ويغفر بها زنبك هذا بالله التوفيق وإذا أعجبكم هذا الفيديو أدعموني بلايك واشتراك لكي يصلكم كل جديد وإن شاء الله عاوزين هذا الفيديو يجيب أكثر من ألف عجاب وأكثر من ألف مشترك ومشاركة وانتظروني في فيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته